السلام عليكم و مرحبا بكم معي على القناة اتمنى تكونوا بخير و على خير ان شاء الله اليوم سوف نحضر وصفة لبني وهذه الوصفة تجي ناشفة بزاف ما فيها شزيت و يجي خفاف 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 نصحكم انكم جربوهم الى باقي ما جربتوش هذه الطريقة والان سوف نمرو لتحضر الوصفة المقادر اللي سوف نحتاجهم لتحضر هاد الوصفة نصف كيلو ديال الفورس او دقيق الابيض زجبيضات ليكون الحجم ديالهم متوسط عندي كاس كبير ديال الحليب اي مئتين ميلي لتر هنا عندي ربعات ديال معالق كبار سكور سانيدا وواحد سكور فاني عندي سبعين غرام ديال زبدة يمكن لكم تعويض هاد الكميه هاد ديال زبدة بالزيت هنا عندي عشرة غرام ديال خميرة الخبز الفورية لابدوا تستعملوا الخميرة ديال الخبز المعجونة يعني تديروا 20 غرام وهنا عندي معالقة صغيرة ديال الملح هنا في البداية غض نضيفوا خميرة الخبز الدقيق ديالنا هنا من بعد مضحنا الخميرة غض نضيفوا هاد السكر فاني مع السكر العادي نضيفوا كذلك الملح ونضيفوا لهم الحليب مع البيض من بعد مضيفوا لهم الحليب و البيض سوف نضيفوا لهم حتى يدركوا جيدا ونضيفوا لهم الحليب مع العجينة ونضيفوا نصف الكميه السكر حتى تدخلوا جيدا مع العجينة ونضيفوا نصف الكمية الأخرى ترجمة نانسي قنقر نضيف مرة أخرى كما تلاحظوا معي أن العجينة مدلوكة جيدة سنضيف بكرة ونضيف بها المدة الساعة حتى تتخمرنا جيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأقدم تضيف نانسي قنقر ونضيف بكرة ونضيف المدلوكة جيدة ونضيف بكرة وإطفاء الفرن ونضيف مرة أخرى لتضيف الفرن ونضيف المفجت ثم نضيف سطح العمر بعد ذلك سوف نسرح هذه العجينة كما تلاحظون أن العجينة تتمشي بوحدها سهلة في التصراح لا تتعذيبنا بعد ذلك سوف نسرح هذه العجينة سوف نقطعها بمرش أو بالكاس يمكن أن تجعلهم مضورين أو يمكن أن تضيفهم واحدة هنا كما وضحنا في الفيديو سوف نقوم بمرش واحدة ثانية ونضع فيهم هذا البيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ذلك سوف نقوم بمرش واحدة ثانية للمدة ثلاثين دقيقة حتى الخمرنا جيدا بعد ذلك ثلاثين دقيقة سوف نضع الزيت في المقلاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وين imagino ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة